السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المنزل مع شريدد ديزل ويانا اليوم ضيف موي ضيف يا الرب ليس هناك أيضاً عندي أحمد محمود عزكر أحمد شوال أخبار؟ حبيبي طيب مرضي الله مرضي الله شوال تمرين وياك؟ شوال ربي ها؟ شوالي 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 ما تردد تمرين؟ صلي تغريباً شهر حولو شهر شهر ونص يعني تحرك نفسنا شوي حولو ليش كتقاطع من زمان يعني؟ قاطع يمكن خمس سنين بعدين كرونة يمكن ردينا شوي خفيف وين قطعت وتانا يرد شين خلالك توقف خمس سنين؟ التزامات مع اللعبين ودوامي ظروف شوي ظروف الحياة يعني انشغلت وايد ك ركزت يعني أنا بالنادي أكثر فمصر عندي وقتين يتمرن حولو تدريب هذا ركزت على اللاعبين قصدك اللاعبين تدربهم وتجاهزهم كنت سافر رائد طولات يمكن بالشهر سافر مرتين أو مرة فما كنت التزم لتمرين فقطعت وشهر على شهر صاروا خمس سنين فبكورونا يمكن رديت شوي نادي حكموا ان عندي نادي بالدوام فكنت تتمرن بكورونا وبعد كورونا بالمقافي تداوم صح؟ هي بالمطافي ما شاء الله عليك فايرمان تنقذ ينقذ الناس هذا ما شاء الله عليك انقاذ الناس ترى شي قوي تمام؟ وتتمرنوا لناك بالمطافي صح؟ عندنا نادي احنا مجهز نادي كنت قبل كورونا يمكن شهرين جهز نادي عود نادي نادي كبيري يعني زين يعني تقدر تمرن فيه تمرين كامل يعني كل المعدات فيه لجهزة مشي كارديو والأمور هذي كلها موجودة دنابل جهزت قبل كورونا بشهر شهر ونص سبحانه راية كورونا وجاب لنا نادي الدوام ايه اشتغل الله هناك؟ مية 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 وما شاء الله عليك أبيعرف منه أحمد محمود أسكر من وهو كشخص؟ من كشخص؟ أنا أساساً أنا لاعبت بقوة لطفاء بمركز البحث للنغاد تخصص بحث للنغاد بداية أنا كنت لاعب لاعب كامال تسام ممكن لكل عارف فأنا لاعب كامال تسام ولاعب مثلت بطلقة وايد وشاركت بطلات وايد صحيح كنت فترة أربع سنين خمسة سنين شاركت بطلات مستمرة كمان لألفين واثنعش تقريباً بعدها وقفت لظروف صلت فأتجهت بعد المشاركات اللي كنت شارك فيها أتجهت للتدريب فجابلت شباب وسويت لي تيم حلو كبر التيم هذا واشتغل في 2012 بالتدريب مجال التدريب لليوم 2023 يعني تقريباً نقول 11 سنة أنا مجاب التدريب أو ملتزم بالتدريب وشنو إنجازاتك كمدرب رياضي ومن اللاعبين اللي جهزتهم ما شاء الله عليك يعني كنت أسمع أسامي وايد كنت أطلع أحمد أسكر أحمد أسكر وما شاء الله يعني كنت أشوف إنجازات اللهم يزيد وبارك أشوف أسامي وايد عندي يعني وايد عندي لعبين تحولوا من هوات لاحتراف صحيح سبعمية أو ستمية وكمسين ميدالية نعم يعني ذهبية أرضية وبرونزية غير الكروت احتراف الحمد لله خلال عشر سنين نجازات يعني كانت حلوة وواحد يفتغر فيها صراحة والحمد لله عرفان اسم الكويت بكذا بطولة دولية وشاركنا ونافسنا وسوينا لنا صار لنا وزن ثقيل بلعبة كمال تسام هذا صحيح هذا صحيح صراحة على مساوي العالم يسمى تيموكسجين تيموكسجين وصراحة رفعته اسم الكويت ماشر الله لكم تبارك الرحمن وام شنو نوع الرجيم أو الدايت اللي تستخدمها أغلب اللاعبين كتجهيز شون يعني شون يعني مثلا خلنقول واحد مثلا ياك مثلا يبيديش بطولة تمام يفرقوها يفرق واحد حتى يعني عندي ناس أنا قاعد أدربهم لتجهيز بطولات وعندي ناس لايفستايل وعندي ناس بس بتضعف أو بس بيزيد وزنه فيختلف من واحد لواحد وتجهيزه من من شخص أي شخص على حسب أول هدف ما لشنو فاحنا نحط الخطة ونشتغل على حسب هدف الشخص نفسه طبعا يفرق من واحد لواحد أكيد يفرق كل واحد لها سيستم معين كل واحد لها طريقة معينة وكل واحد لها سايكل معين ونشتغل على ح tailor حتى اتكلم من مدرب لمدرب مانو عندك أصعب نوع اتدربهم عندك هكي هكيهك نوع تدربهم يعني اللي أسمهم ان نوع المتعب اللي يعني تفاهمني هوم أنشوف الوضع اللي صير مو متعبين في ناس الحين الحين يمكن للجيل هذا тебя هل يقعد جهزون طعي فترة يضارفت صار شغلهم كلها يبون تجهيزهم سريع سريع، يبي تغييرها يوم و ليلة يوم و ليلة، و ما في صبر، يمكن جيلنا اللي فوقنا شوي، والأقل مننا شوي هذين عندهم صبر، عنده عنده يحط له هدف فيه وقت معين الوضع الحالي لا يبي كل شي يخلص بشهرين، شهرين يسوي كل شي يبي كل شي بيبوز، يبي يأخذ كهر، يبي كل شي بيتدوي خلال شهرين درعات يطالع ناس يمكن أعلى منه مستوى، يحس أنه سهل وصول للمستوى هذا تمام في يبون نكشف سرعة، هو الموضوع مو مو، فيه ناس عنده جينات يقدر يوصل فيه ناس لازم يتعب بزيادة عشان يوصل فهما المتعبين، أو مو متعبين نقول شوي صعبين، التفكير تغير اثنين هما يبي يوصلون لمرحلة غوية بأقل وقت مستعيلين وائد، فصوصا عندنا يمكن هني بالكويت نزين، أحمد، عسكر، كنا نعرفك كمدرب لا، مدرب لا، مدرب، جهز ناس حق بطولات وما شاء الله، دش وميداليات شاك، بوم، أحمد عسكر اتجه للسياسة يعني يشوفه هو وائد يعني كان فيه انتخاذات أو تساؤلات، انت ليش من الرياضة، ليه السياسة؟ ليش داش انتخابات، أو ش حقه داش؟ مو مجالك، هذا السؤال كان دارج بشكل كبير يعني هو أنا أرد على الناس اللي كانت تسألني ليش ما أنزل أنا؟ ليش ما أرشح نفسي؟ وليش ما أكون عضو مجلس من حالي حالباجي؟ خمسين نائب عندك، خمسين نائب، كلهم سياسيين تخصص سياسة؟ لا، في ديكاترة، في مهندسين، في شالات متوسطة، فمالا، مو حكر على فئة معينة، أنا شاب كويتي، مريت بظروف استثنائية، مريت الصعوبات اللي إحنا عايشينها كأي كويتي عايش، هذا كله أنا عايشة، مو ما حد قال لي عنه، أنا عشت ومريت بمراحلة كلها، فأنا بنقل الصورة اللي أنا فيها، نبي نعدلها، نبي نعدل وايد شغلات أو وايد سلبيات، نحاول نعدلها، طبعا أنا منتكلم شديد، مو أنا بروحي بسوي، لازم يكون في مجموعة إياك نفس الفكر هذا اللي يمكن يسنون أو يخترحون أو في قوانين، يشيرون قوانين للمصلحة العامة للشعب الكويتي، أو للطبقة هذه إحنا قلنا نتكلم عنها، كلنا قلنا نعاني، وإذا بتتكلم عن الكويت بشكل خاص، إذا بتتكلم عن التعليم إحنا ضعف، تتكلم على الإسكان متأخرين نوعية، تنظر 15 إلى 20 سنة، إحنا هنت قبل شوي قلت تكلم على أنت رايحة قرأة حق الإسكان، الأمور هذه إحنا متأخرين فيها بشكل مطبيعي، مقارنة بالدول اليمنة، قطار والسعودية والإمارات، فمشاكل هذه كلها بشكل عام، كلنا مارين فيها، ليش مو إحنا نوصلها؟ إحنا قاع نسمع نشوف أو كنا ندعم كالناس، لما يوصل ما يتبنى الفكرة هذه، يتبنى مصالحة شخصية يمكن، فإحنا نبي نوصل، نبي نعدل، نبي نسرع العمليات هذه، إنت قاع تشوف شوارع بصوب، الصحة بصوب، تعليم بصوب، الإسكان بصوب، الرياضة اللي إحنا بالرياضة، هذه الرياضة إحنا قاع نشوف الرياضة، وقاع نعاني من الرياضة بكل مجالاتها، أقوى يمكن لعبة شعبية عندنا، قدم، شوف مستوى الآن، فصار عندنا إنجاز إن إحنا نفوز على منتخب الهند، يعني هذا إنجاز نوقع يحتفلون فيه، يعني شيء قاع صار يفشل، فالأمور هذي كلنا متأخرين فيها، ليش ما ناخذ خطوات، وليش ما إحنا نوصل، وإحنا ليش، واللي وصلوا مو أحسن مننا، ونقدر أنا أنا أؤمن إني أنا إذا وصلت، مع مجموعة جيدة وياي، لها فكر معين، نقدر نوصل ونسوي شيء، إن شاء الله نحقق شيء بحال وصولنا إن شاء الله، وإذا ما وصلنا إن شاء الله في غيرنا، يتبنى الأفكار هذه لمصلحة الشعب، مو مصلحة الشخصية. صراحة، أنا بقول لك أنا معجب، ويعني أحب الكسرات، الكسرة ليها يعني مثلا تكون منه إلى رياضة سياسي، سياسي والله خنقول داش مجال الرياضة، من رياضة صار والله داش مجال البزنس، أعرف الكسرات هذه أحبها، ورح أقول لك شين الصعبات اللي شفتها وواجهتها خلال الكسرة، التحويل، الترانسفور، الترانزيشن أنا أقولها. شوف عزيز، أنا ما ما هديت الرياضة واتجهت، أنا شغال بالرياضة لأنه حلو جالي، وأنا شغال بشغلي الأساسي اللي هو يعني أنا كضابط بالقوة الإطفاء، شغلي ما شيء ما وقف يعني ما ما كنسل شيء وحولت على شيء ثاني، أنا شغال بس إن صارت فرصة إن أنا أتوجه لي ممكن لكل الانتخابات، وكان في مجموعة كبيرة وياي شجعتني أني أنا أنزل، ليش إحنا قاعد نشوف واحد مرشحين أو الأعضاء وصلوا، وكان يقولون شيء، أكسروا بواحد ناس، أو ما وصلوا اللي مفروض يوصلون يسوونه، أو يقولونه، أو وعودهم اللي كانوا يتكلمون فيها بندوات، يعني ما لتزموا بكلامهم قصدك، شون، ما لتزموا بكلام، يعني الأغلبية ما لتزمت، يعني الأخير هو أنت تشوف تصاريحهم، ولما يوصلون شيء ثاني، ما في نجاز حق الشعب، الأخير هو الشعب، والطبقة اللي إحنا نقول طبقة متوسطة، هي اللي قاعدة تعاني، منه قايحس بالتعليم، ولا بالسكان، ليش إحنا ننطر 15 أو 20 سنة، عنا كل مجالاتنا متأخرين، نرجع نقول حتى وتكلمنا عن رياض، نتكلم حتى ترفيه، ترفيه، ترفيه داخلي عندنا بالكويت، ما عندنا، أول حين يمكننا استمرار إضافة صار عندنا مترلاند شوي تنفسه وشوي، وإن شاء الله في مشاريع يقولون عنها، وإن شاء الله يتطبق، بس بشكل عام، نتكلم الفترة يطافت كلها، فهي سيئة يمكن أسوأ مرحلة بالكويت، فإحنا مرينا فيها وعشناها، وإحنا جيلنا، قاعد نعاني، واللي ياي، الجيل اللي بعدنا وعيالنا، راح يعانون زيادة إذا استمر الوقت دي، فعليش إحنا ما نوصل ونسوي، ونحاول نعدل على اللغة، لو نعدل 10 بالمية، أحسن ولا شيء. نزيل، عندي لك سؤال، نضم الأسألة، نزيل، شون نقوم كل يوم وتحفز نفسك، إنه راح أنظم وقتي حق دوامي، حق لاعبيني، وحق المجلس الأمة انتخابي. وقت هاي؟ يعني وقت انتخابات؟ إيه يعني يسمونها time management. إيه أنا وقت انتخابات، كنت داوم، أروح زامي، خلص شغل الزام، نفس الوقت أنت أنا عندي وقت حق النادي، اللي هو أنا كنت تقريبا ساعتين، ساعتين ونصط روح أجاب اللاعبين، وأشوف الـ update حق اللاعبين، يعني كشغل النادي، وبعدها عندي كان وضوع يمكن ذرنامج اللي كنا نشتغل فيه، وزيارة الدواوين، والمقر اللي كنا فيه، كنت أنا منظم وقتي حق هذا، كان دواي موجود، ما كنت أقدر أخذ إجازة لظروف، وبنفس الوقت، بس كنت منظم وضعي ووقتي حق كل شيء، الظهر وقترة الظهر كنت أنا أروح نادي، الصبح أنا بالدوام، أخلص شغلي وأرجع، فكان فيه، كنت مضبط يومي، مضبط بيومي، وكان فيه تيم وياي كان يساعدني بالوضع هذا. ما شاء الله كبير، الشغل اللي أنا أشتغلي، كدوام أنا مسؤول عنه، شغل النادي، فيه ناس كانت ساعدي بالنادي، طبعاً موضوع الانتخابات، المغر الانتخابي، وشون كنت أنا أشتغل، كان وياي تيم كبير، تيم أغلب أخواني وربعي، كنا نشتغل ترتيب معين، وكنا الحمد لله أنا تهسرت خلال شهر، وكان موضوعنا كان ترتيبنا كل شهر، اشتغلنا شهر كان شغل مرتب، صجنا مضغوطين، بس حاولنا كثير ما نقدر أن نضبط المرة. تمام، وهل أحمد عسكر كان مدعوم؟ كان لك دعم؟ بوقت الانتخابات؟ أنا لا، ممدعوم ولا شيء، أنا ذا مدعوم، مدعوم رابعي، رابع جماعتي هم اللي كانوا يدعميني لوصولنا، كنا يعني مشتغلين على قلب واحد، كنا إخوان وربع، كلهم اشتغلوا لهدف واحد، ما كان فيه مصلحة شخصية من أحد، المصلحة العامة ومصلحتنا كلنا كأبناء الدائرة، وكل رابع وإخواني، كنا اشتغلنا لهدف واحد، ما كان فيه يمكن ليميز حملتي الانتخابية وقتها، أن أنا أو القروب اللي شغل وياي كلهم اشتغلين من غير مقابل مادي، يمكننا أغلب الحملات اشتغلون بمقابل مادي، نحن الحمد لله كنا نشتغل على قلب واحد، أخوان وربع، وفزعة، وكان قلوبه كبير صراحة، الله يعطيهم العافية، واشكرهم على شغلهم، مجهودهم، وتعبهم اللي صار خلال شهر، ما شاء الله عليك، الدائرة الثالثة، هل تعتبر من أصعب الدائرة اللي انت الشتف؟ يعني هل هي تعتبر أصعب دائرة بالكويت، اللي انت الشتف هي صعبة؟ يعني من أصعب الدوار عندنا كل الفئات فيها، حلو، كأسامي اللي مرشها، كأسامي كان النواب، كالقوة السياسية اللي موجودة بالدائرة هذه، قوية تعتبر قوية، يعني خصوصا أنا غير مدعوم، أنا ما أمثل جهة معينة، أنا مو تبع أحد، تبع تيار، تبع جمعية، أنا مستقل، ومثل كل، فالمجاميع الموجودة كلهم، يعني عندك جاميع معينة، وتيارات معينة، داعمين، مرشحينهم بقوة، نعم، فلما تحط له سامي، تقول أنت فرصتك ضعيفة وحيل، وكانوا وايد يقولون لي ترى، يعني لسامي هذه موجودة خلاص، يعني ما في أمل، أمل بعيد على رقم زين، بس إحنا الحمد لله خلال شهر، يمكن نشتغل الله خلال شهر، يبنى رقم حقي أنا، أنا مو مدعوم أحد، أنا مو تبع أحد، أنا كله اجتهاد شخصي، واجتهاد من رابع جماعتي، يبنى رقم يعتبر ممتاز حقي أنا، لو أنا تبع تيار معين، ويعيبها الرقم يعتبر شي فاشل، بس أنا لما أقيس أني أنا مستقل بروحي، مو متابع أحد، ووضعي أنا أمثل كل، ما أمثل مجموعة مينة، لو تشوف يمكن اللي معاي بالمقر أو معاي بالحملة، فيه شيء، وفيه سني، وفيه بدوي، فيه حضري، فأنا أمثل المجامعة هذه كلها، ما أمثل مثلاً فئة واحدة، شيئة، أو بس سنة، أو بس البيد و بس حضر، فأنا أمثل كل، والحمد لله، الكل على قلب واحد ومشتغلين لمصلحة واحدة، ما كنا نفكر لمصالح شخصية ولا أمور هذه، كافو، كافو، أحمد، نتشوف إحنا الحملات اللي تسوونها، يعني ما أشعر عليها، شكلها يعني مقلفة، ميزانيتها وايد؟ ميزاني أكيد وايد، يعني فيه شركات أو فيه ناس تمسك الحملات، أرقام صراحة فلكية، يمكن وايد ناس تكلموا على موضوع الحملات هذه الإعلامية، والإعلانات، هذي كان تكلف، هذا تكلم على جانب واحد، شيء مكلف وشيء أرقام فلكية قاع نشوفها، يعني تقريباً شم؟ فيه قاع يوصل لي 200 ألف، 250 ألف، أنا شفت أرقام مطبيعية، حلو، وفيه ناس أنا قاعدة، مستغرب أنه فيه ناس قاعدة قط المبلغ هذا، وندري أنه ما عندهم، فأنا ندري أن هذين مدعومين من الناس، حلو، أغلب أغلب مرشحين، ما نقول له كمية بالمية منهم، بس فيه جزء كبير منهم، وهما تبع ناس، فما يصرف المبلغ هذا ليه حملة إعلامية، إلا هو فيه دعم من أشخاص معينة، سواء تاجر أو متنفذ أو من شخصيات اللي قاعدة تحرك نواب أو مرشحين، لما نحن دي الشيناة شفتنا الوضع، الوضع مطبيعي كأرقام، حق واحد، مستوى نقول متوسط، حق الأرقام هذه مستحيل تسوي، مستحيل، وأنت عندك تكاليف غيرها، حلو، غير الحملة الإعلامية، نعم، فنحن اشتغلنا بالنسبة حقيقة، أنا اشتغلت باللي أنا قدر عليه، بالإمكانيات اللي عندي، ما قدر أبالغ بالأمور هذه، وقدرت أشتغل باللي أقدر عليه، والحمد لله، يمكن المجموعة اللي اياه اشتغلت باللي تقدر عليه، ووصلنا لشي زين، بس إعلامياً إذا بتوصلوا إياهم، أنت يكلفت الموضوع يعني أرقام فلكية، ما رح تقدر توصل لحق واحد عادي، واحد يعني نقول متوسط، هو متاجر، ولا هو مدوم أحد، صعب أنك تجاريهم، لأن الحملات أساساً الشركات، أشوف أسعارها مبالغ بيها، خصوصاً وقت الانتخابات، الشيء اللي بعشرة يصير أربعين، يعني يمكن دبل، عموين دبل، يصير تربل الرغم أحمد قبل شوي قلت أن في عندك تيم، أنا سميه من نفس أخوانك هذي اللي كانوا واقفين وياك، سند وظهر، وقفوا وياك يعني، للأخير، وإن شاء الله إحنا واقفين وياك، إن شاء الله واقفين وياك، للمحالة الثانية والثاثة واللابعة، إن شاء الله، بس مقابل شنو؟ هذي اللي شوف هذي ربعي وجماعتي وهذي اللي يعني موتوني متعرف عليهم، أغلب الموجودين بالحملة كان ربعي ربعي يعني ربعي من اللي ما عرف أصلاً خمسة سنوية، فهذي الحمد لله ربعي وجماعتي ربعي من الزمان، إخواني اللي موجودين، كلهم اشتغلوا، مثل ما قلنا، لكن ما اشتغلوا مقابل مادلي، بس أنا أدري أنا وراي ريايل، ريايل نشد ظهر فيهم، وأثبت شي هذا يعني كشغل أي واحد يمكن يالي، أو زارنا المقر، وشاف الوضع اللي موجود، فيه ناس تغربة يقول كل هذي ربعك، لاي كل هذي ربعي، ماشا الله، مو بس عشان أحمد أسكر، لأنا لو واحد فيهم بمحتاج شيء أو يبي فزعتنا بشيء، كل المجموع هذي رح توقف معه، فإحنا كلنا نشي البعض، مو بس عشان أحمد، أحمد ولا محمد ولا خالد ولا عزيز، أي إن كان في موجود هناك رح نوقف وياه، لما أنا احتجتهم بمرحلة معينة، الحمد لله كلهم فزعوا وياي واشتغلوا وياي، وبيننا وياي بالانتخابات، وبين مجهودهم وياه وشغلهم، الحمد لله محبة الناس، محبة الناس وياي، الحمد لله يا رب، وهذا شيء أني نفتخر فيه كلنا، أكيد لما شوف أنا ربعي وإخواني، ولما أنا أحتاجهم بمهمة معينة، كلهم كانوا ظاهري وسندي، الحمد لله اشتغلنا شهر، وكل واحد بيّن أهو شنو وياه، صحيح، ومو غريبة عليهم صراحة، ربما أنا أنا مجربهم بموظف وياه، يعني هذا يمكن موظفين كانتخابات، نفس المجموعة هذه اشتغلت واجتهدت وسوّت عليها، وأدر لو أحتاجهم بعد شهر، ولا باتر، بأي شيء، بأي مهمة، أدر إنهم أول ناس وياي بظهري، وإذا هم احتاجوني نفس الشيء أنا راح كموا إياهم، تخطم الجرح، يطيب، مو بشين يقولونها بالكويتي، صح ولا لا، صحيح يا بالكويتي، يحط على الجرح شنو، ينحط على الجرح، يبرا، يبرا، لأنك الأحرار في وطننا، شعارك كان بحملتك، شنو كان وراهم، شنو، ليش، ليش تنقيت الشعار هذا المعين، يعني يبيه لك هذا تفسير، ويبيه لك هذا نقطة، بس هو بشكل عام إحنا كنا، يمكن الفترة السابقة مقيدين بأمور معينة، تحس الشعب مربوط بقوانين معينة، أو يمكن حتى بداء الرأي، الرأي هم في قيود عليك، فأنت ككويتي، أنت لك مطلق الحرية لإبداء الرأيك، ونفس الوقت أنت لك حق بثروات البلد هذه، وأيض أمور صار فيها، يمكن خلال عشر سنين وخمسة سنة عشر سنة أطافت، شفنا أمور مو من صالح المواطن، والكويتي، فكنا نطبح، أو المفروض أنها حتى أعضاء ما يسمى للحاليين، يسعون لتشريع قوانين لمصلحة الكويتي، والكويتية، وأبناء الكويتيات، ويستفيدون من خيرات البلد هذه، مو معقولة، في أمور واحد قاعد نشوفها أو يصدرونها للخارج، ونحن أولى فيها، في أمور غواني لازم تتشرع لمصلحة الكويتي، هذه اللي نتكلم فيها، وهذه يمكن اللي كنا مربوطين فيها، ليش إحنا متأخرين، نضايق لما نشوف إحنا دولة يمنى مع كامل احترام من الدول هذه، بس إحنا هم دولة غنية، وعندنا المصدر، وعندنا الثروات، ودولة غنية، نقدر نصير أحسن، بس إحنا عندنا سوء إدارة، وعندنا مصالح شخصية، وعندنا الصراع بين شخصيات، أو متنفذين، أو شيء، هي اللي قاعد عطلنا، فنبي شيء يحررنا من اللي نحن فيه، لمصلحة الكويتي والشعب الكويتي حقوق المرأة، كانت سمع عنا وايد وايد وايد، شنو هو، وشنو قا يصير بره؟ نحن نشوف أغلب الحملات الانتخابية، لازم يكون فيه جزء كبير من الموضوع حقوق المرأة، أو يدخلون المرأة بالموضوع لإستعطاف المرأة، طبعا لي مصالح انتخابية طبعا، وكل الانتخابات كان نسمع بالموضوع هذا، لما يوصل المجلس ما نشوفه يوقف مع المرأة، يكون لأولوياتها شغلات ثانية، فالموضوع كان دعاية انتخابية لا أكثر ولا قل، أنا ما شفت واحد، يمكن نائب، نائبين اللي كان يطالبون، كملوا على برنامجهم، أو كلامهم، أو وعودهم، وطالبوا، وإذا طالبوا يكون طلباتهم، أنه قلت وس، أنه منصلت الرسالة، بس ما نشوف فيها مثل قوة، بطالبات قوية لحقوق المرأة، فيه وايد حقوق لها، مفروض ينظر فيها، فيه وايد قوانين مفروض تشارع للمرأة، ما شفنا أحد حتى بوصول المرأة نفسها، ما شفنا إصرار لتطبيق قوانين أو حقوق في مصلحة المرأة، يعني ما يكملون فيه؟ ما شفنا أحد يكمل فيه، يعني كان... ليش؟ موضوع يكون انتخابات لهدف معين، أنا استعطف الشريحة النسائية للتصويت، وبعد التصويت خلاص، أنت عندك نسبة النساء بالانتخابات هي تنجحك والصغط، فإذا إذا استهدفت المجموعة هذه، كسبتها لصوبك، أنت تقدر تنجح، فأغلب المرشحين حملات انتخابية، أو يمكن برائب الندوات الانتخابية تكون يخصص جزء كبير للمرأة، بس لمن يوصل، ما نشوف أي مساعدة أو أي مطالبات، ينسى، ينسى الموضوع كله، وإذا، وإذا أحد راح له لحق معين، خصوصاً إخواننا أو أخواتنا الانتخاب، ما نشوف فيه ردة فعل ولا مطالبات، وفي كذا حالة صارت، ما شفنا أي، يعني، اجتهاد من النواب اللي وصلوا. مهمت، يكون بس حاجة فاضي، يعني نقول حاجة فاضي، حاجة فاضي، ما نقوله بالعرب، نقول حاجة فاضي، لو حطوك يوم الأيام، وزير الداخلية، أو وزير الصحة، أو وزير التربية، أو وزير الأسكان، مهم، ما هو القرار راح تأخذه؟، شوف يعني، إذا متكلم على كل جزء، فيها كذا، قرار، أو كذا، مشكلة لازم تنحل، إذا تكلم على وزير الداخلية، في أمور وايد، احنا نشوف ممكن اجتهاد من الشيخ طرال خالد، في اجتهاد قوي منه، ما شاء الله، من مسك، فيه نقلة نوعية، قعنا نشوف احنا مضبوطات، مخدرات، مكافحة مخدرات، هذي قاعد نشوف شغلات إيجابية، لو نتكلم على المهنة نفسها، واللي رتها في ترغيات، كانوا معلقين فترة طويلة، صار فيه موضوع الترغيات صار أسرع، يمكن الغرار اللي نحن نشوفه الوافدين ومخالفين هذين، مفروض أن نصير نشوف حملات أكبر من اللي قاعد نشوفه الحين، بس بشكل عام قاعد نشوف شغل الوزير الداخلية الحين، صراحة شغلة، ليل الحين نقول لها يعني شغل فوق الممتاز الصراحة، ليل اليوم، يعني عيد كرامك، فينا يعني من الوزير، من احترامي حق كل الوزر اللي مرر، وهو من الوزر اللي نشوف مجهودة نبين، ما يمر يوم 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 إلا نشوف فيه شغل زين، إن شاء الله يستمر هذا، إن شاء الله، إن شاء الله، إذا بتكلم على وزارة صحة، قاعد نشوف بشكل هوايد، كمستشفيات، كمرافق تعيسة، كمستشفى جابر الآن، مستشفى الجهراء، مستشفى كبير، بس ما فيه طاقة تشغيلية، ما فيه ما فيه، ما فيه، اللي عرف أنه فيه، أو اللي واصل لنا، أنه فيه مناغصة، يصل على هذه الأربع سنين، مراضية تمشي ليه، فيه حرب بين تجار، كل واحد يبيه مناغصة، أو كل واحد يبيه يستغلها، لتشغيل المستشفيات هذه، المفروض، المفروض، لو أنا وزير، أو مفروض يقترح الموضوع هذا، أو تكون من الحكومة نفسها، تعاقد مع أحد المستشفيات الكبيرة العالمية، خليها تدير المستشفى هذا، عندك أنت مبنى، عندك منشأة كبيرة، تعاقد مع ديكاترا، أو مستشفي، شغل البدال، أنا دزلي كل يوم، وعندي مبلغ معين، مبلغ كبير، قاعد نصرف حق علاج بخارج، فلاش ما عالجهم هنا، عيب المستشفى هنا، ناس ما قاعد يسوون مثلا، السعودية، ولا دبي، بوظبي عندهم، عيب المستشفى، تعاقد مع المستشفى بنفسها، وخلي العلاج هنا، أوفر على نفسي، أوفر المبالغ هذي قاعد تصير علاج، هو مفروض علاج، بالخارج، كان نشوفه هو علاج سياحي، صار، صار رحلات سياحية، أكثر ما هي علاج، فأتعاقد مع مستشفيات كبيرة، من كندا، ولا فرنسا، ولا بريطانيا، وأشغل المستشفيات التي عندي، وأنا أحل مشكلة كبيرة، ويبع لغة ديكاترا، ونظم العملية كلها، وحتى المنشأة نفسها، أساس المنشآت جديدة، عندك مستشفيات غديمة، مفروض يصير فيها إعادة بناء، أو إعادة تعهيلها من يديد، لأن أنت تشوف مستشفى العدان منتهي، عندك شكاوية كبيرة، مستشفى مبارك، نفس الشيء، عندنا ديكاترا كويتين، نحتاج ديكاترا أكثر أكيد، لأن العدد كبير، نستطيع أن نتعاقد مع شركات، عندك الميزانية، عندك كل شيء، كل شيء يموفر لك، فالمفروض من الحكومة أن نتعاقد مع شركات، أو مستشفيات كبيرة، وتدير المستشفى هذا، والإنشاء بالأخير، إنشاء مدن طبية، حتى علاج يكون بالكويت، لا يكون بقى، والتربية والإنشاء؟ كان نفس البدالة، أنا أقدم 15 سنة أو 20 سنة على البيت، أنا تعاقد مع الشركات، وكان قبل 10 سنين أو 8 سنين، أحد الزراء كان يوقع مع الشركات الصينية كورية، يبنون لك بيوت خلال ثلاث سنين، يحلك المشكلة، أقول خمس سنين، تعطى الموضوح هذا ليش؟ فيه متنفذين يمكن كانوا، هم اللي عطلوا الوضع هذا لتأخير، أول شيء، هم المستفيدين لأراضي، منتقى تشوف أراضي أسعارها فلكية، أرض 400 متر سعرها نص مليون، أو 600 ألف، ما تسوى، السعر ما يسوى، أنت تجرب المبلغ هذا تشتري لك، هني دول خليج يمنى، شوف المبلغ هذا شنو تشتري فيه، قارن فيه، فمصلحتهم أن نحن ننطر 15 أو 20 سنة، مصلحة تجار العقار، فإحنا ليش ما أنا يبلي شركات، أسوى البيوت هذه خلال أربع سنين، خمس سنين، وأسكن عندي أنا 100 ألف طلب سكاني، أقدر أخلص خلال خمس سنين، إذا أنا أشتغل عدل، إذا أنا إدارتي صح، إحنا عندنا مشكلة سوء إدارة، وعندنا مشكلة ثانية أن أنا بفيد تجار، هذه مشكلة للحكومة، أفروض أن أنا أول شيء أوقفه، أن أنا ليش أفيد التاجر، التاجر شغال، وإنت قاعد ربحة زيادة، وقاعد تكسر بالمواطن البسيط، اللي هو إحنا الطبقة اللي يقول متوسطة، فعليش أنا أنطر 15 سنة، فعاقد مع شركات، أقدر أسوي مدن إسكانية، مع شركات كورية والصينية، وكان مشروع هذا من قبل عشر سنين، أعطيك أنا مثال بسيط، لو تروح متى قطر والإمارات، ما ينطر 15 سنة، فرأي أني أتوقع أقصى حد أربعة سنين أو خمسة سنين، ليش إحنا خمسة سنين، إحنا خمسة أعش ولا عشر سنة، ما الفرق، فهم أحسن مننا، مو أحسن مننا، ما أحد أحسن من أحد، بس هم أشتغلوا عدل، فإدارتهم صح، إحناك ما يريدون تاجر، ولا متنفذ معين، والتربية؟ تعليم بشكل عام، إحنا عندنا مخرجاتنا زيئة صراحة، إحنا نبيلنا إعادة ترتيب بالهيكل هذا كله، قاعد نشوف يمكن أغلب اللي قاعد يتخرجون، ما أنه يموان ما لابن نجمع نقول أم يا بلم، بس في عدد كبير اللي قاعد يتخرج، وهو مفهم شيء، مستوى التعليمي متدني، هذا لازم إعادة، الهيكل التعليمي هذا كله لازم يتعدل، نواكب الدول يمنى، إحنا قلنا نقارن نفسنا بالدول يمنى، وإحنا مفروض إحنا دول يمنى قاعد نفسها عالميا، إحنا قاعد نقارن نفسنا مع الدول يمنى، لما نوصل يمهم، ففي قاب كبير، نتمنى أن نوصل صوهم، نوصل يمهم، عندنا المكانيات كلها، كل المجالات هذه، من الرياضة لنقول الإسكان، يمكن آخر شيء تكلمنا عنها، نقدر نسوي كل شيء، بس إدارتنا لليوم سيئة، نسمع بيتعدلون، بيسوون، في مشاريع، بس ما شفنا، على الأرض الواقع، الموضوع بطيء حين، هو غلط من مجلس، ولا غلط من الحكومة، بشكل عام، المفروض الثنين كحكومة مجلس، لازم يجتمعون، لازم يضرون قوانين، لمصلحة الشعب وتطور البلد، لأننا نحن غير متغرين، مقارنة بالدول اللي وراء طعفونا، وهما دولة نظمة كأس العالم، قطر، ونفتخر أن نظمة وتنظيم، لكن أقوى تنظيم كأس عالم صار، صارت يمكن هي أقوى دولة لتنظيم البطولات عالمياً، سعودية من أقوى الدول السياحية، إذا ليس الأولى عالمياً، السعودية الآن خلال خمس سنين ستصبح أقوى دولة رياضياً، أقوى دولة اقتصادياً، إن شاء الله، أقوى دولة سياحياً، والحين هي فتحت السياحة عندها، فقاعد تنظم كل هذي دولة واحدة، خلال خمس سنين سوى هذا كله، ما شاء الله عليهم، مو خلال عشرين سنة ولا خمس سنة، حين بلع، أتشوفه، ما شاء الله عليهم، فبشكل عام، بشكل عام، نحن نقدر عندنا الإمكانيات، عندنا الموارد، عندنا عقوبة بشرية، يقدرون يسوون اللي يمكن إحنا عندنا كويتين، قاعد يشتغلون بالدول اللي ذكرناها، ومن مستشارين كويتين عندهم، فقاعد يستفيدوا من من الكويتين، فأنا ليش ما استفيد من الكويتين عندي أنا، ديرتي، بس أستغلهم صح، بدارة صح، ونقدر نوصل، عندنا عقول، كل المجالات، نحن عندنا ناس جبارين صراحة، يسوون اللي ما يصير، بس إدارتنا للأسف سيئة، ولي مصالح معينة، اتمنى أن الأمور ها يتعدل، لأننا كشعب متأخر وآيد، نبي نعدل، نبي نزيد، نبي نطور، نبي نسوي شيء زين، أنت الهين لو تلاحظ يمكن كرة الغدم عندهم، دوري السعودي، دوري السعودي صار من أقوى، أو بيصير من أقوى الدوريات في العالم، بمبلغ معين تم رصده، لإستغطاب النجوم هذي، من تشوف، يا أبو رونالدو، والسحب وياه 25 لاعب عالمي، فعلا، بالسنة الهائية، الله يمكن لا يحين يصرفه، أتوقع عشرة بالنمية لما أبلغ المرسود، يعني لو بعد سنة، راح يصير شيء مطبيعي لدوريهم، ليش إحنا ما نزوي شديد، وهما صح سووا، بس إحنا ما أخذينا خطوات، إحنا خلنا نعدل شوي، لا يحين متأخرين، لا يحين دورينا، ما للثمانينات، لا يحين شغلنا غديم، نتمنى الأمور هيتتعدل، طبعا، تتحرك الحكومة مع المجلس، بس الصراعات إحنا اللي شوي، خلتنا متخلفين شوي، إن زين كخطوات، شانزي نفس السعودية، القطار، الإمارات، علما، كانت الكويت أسمع عنها عروسة الخليج، قابل غزو، صح ولله، علما، يعني إحنا كنا عروسة، الكويت عروسة الخليج، شم الخطوات اللي لازم نسويها عشان نرجع؟ شوف أول شيء، عناصر الفسادة هذه أول شيء تشيلها، وهو معروفين، وأنا ندري عن الأمور هذه، هذا واحد، اثنين، إدارة الدولة، وتشيل الخلافات بين الأشخاص، أي مجموعة، سواء أنت تتبيهة، مدام في حرب، مدام في مشاكل بينهم، راح يصير العنصر أو الهدف، المجامع هذه، أن أنا شون أطق، وأنت شون أطقني، أنا شون أضرك، وأنت شون أضرني، طول ما إحنا تفكيرنا بس نضرب بعض، ما راح نتطور، راح نقعد نضيع سنين من عمرنا، أنا بصراقة وأنت بصراقة، أنا بسوي وأنت بتسوي، ما راح نخلص، راح مفروض أننا نحن نرجع على، يمكن، كلمتي اللي قبل شوي، يقول لك، نحن نسوي دارة عندنا، لازم نحط الأناصر المناسبة، في المكان المناسب، لتطوير البلد بكل مجال، أنت بالرياضة، حط الناس رياضيين، فاهمين، أنا مو لازم أحط رياضي، أعلم أنه بس رياضي، وآخر شيء، وهو مفاهم، مفروض أنه يحط أنا رياضي، يعرف شنو يدير، ويعرف شنو يسوي، لتطوير البلد برياضيين، كل مجالات، تكلم عن القدم، ولا اليد، ولا السلة، ولا الأمور هذه كلها، كل واحد بتخصصك، وتمشي الأمور، ما تقدر، تشعر أن الوضع مقادر عليه، أهيب ناس من بره، لو سنة، سنتين، أتعلم منه، ونمشي بعدين، ترى هم كيف يفعلون شديد، دول يمنة، ترى يبون ناس من بره، ويديرون، بعدين تمشي، تمشي الدنيا عندهم، نفس الشيء، نزوي نفس الأمور هذه، فإحنا نرتب الأمور، إدارة نفس الناس، نشيل مصالح الشخصية هذه، فإحنا مشكلتنا فساد وفساد، والأمور قاعد تكبر، كل واحد قاعد، اللي قاعد يوصل، ويمسك، ما نقول الكل، الأغلبية، يتموا مصلحتهم الشخصية، وشونا نعين ربعي، وجماعتي، وشونا نستفيد، وآخر شي، هذا البلد، كعواقف، ولا تطوير مجال، أطني مجال واحد، نقول والله إحنا زنين فيه، ما فيه ولا مجال، ولا مجال، ولا شيء، ولا رياضة، ولا إدارة، ولا شيء، إحنا نفتخرن سوينا، يعني إن شاء الله، اللي تصير ممكن اشتهادات شخصية من أشخاص موينة، يمكن اللي يرفع اسن الكويت، بس هذا يكون اشتهاد شخصي، مو شيء من الدولة، لو تقارن نفسنا بالدول اليمنا، طايفين نوايد، ونتمنى أنه ما يطول الموضوع هذا، لأننا نحنا خسرانين نوايد، وفات الشباب، الجين، الجين، ما فيه، ما فيه اهتمام حق الشباب، يمكن نتوى الحين، في الفترة هذه، نشوف فيه تأينات للشباب، لناس صغارة بالسلم، الفترة إضافت كلها، نشوف نفس الأشخاص، يمكن حتى التفكير غديد، هم اللي ماسكين، فالشباب هم منه يطور البلد، منه عنده فكار جديدة، منه اللي يقدر ينهض بالبلد، اللي هم الشباب، لأنهما عايشين بالتطور اللي قاعد يصير، قاعد يشوفون، أما ما يصيران ايب لي واحد، ما احترامي حق الكبار، أحيب لي واحد كبير بالسن، أو العقلية قديمة، وأقول له والله دير لي، مثلا الترفيه، مثالك، أو دير لي الرياضة، هم ممكن ما يدري شنو الرياضة، أو ما يدري شنو، يمكن الرياضة عنده لي، 92، الأمور هذه، التغييرات اللي قاعد تصير، لازم واحد مواكب بالتطورات هذه، فالأغلبية الشباب، مفروض انهم هم يمسكون، هم يديرون البلد، سواء المسؤولين، الوزراء، يمكن الفترة يطالقة، نشوف هنا فيه، فيه بوادر حلوة، فيه ناس، يعني اسقار بالسن، وكفاءات الشباب قاعد تمسك، إن شاء الله نعطيهم المجال لتطوير البلد، وارتقاب البلد، لجميع مستويات إن شاء الله، شو عارعنا؟ شو نتشوفهم؟ شو عارعنا قاعد تشوفهم، انت قالوا، ما عندنا شهرة صاحية، المفروض إن قالوا بتعاقدهم مع الشركات، اليوم، اليوم، اللي قريته، الخبر، ما دي شاعة ولا صج، إن الوزيرة شلت، بتعاقد مع الشركات العالمية، لأن قالوا فيه شركات عالمية، رح يوقعونوا إياهم، ويبلشون الشغل من شهر سابع، عند شنا شهر تسعة، وما شفنا أي تعاقد صراحة، اليوم يقولون إن شلوا بالتعاقد، لي ما ليش نواح البنوت، بس عموما إحنا، أساسا كنا نعتمد على مقاولين، والناس أو متنفذين، كما هم يديرون العملية هذي كلها، وقال نشوف الشهرة يتصلح، بعد شهرين ثلاث، أو أي مطرة تتيك قوية، الشهرة يخترب، فيرد على نفس الموضوع، وصل لنا يمكن سنين نحين، على نفس البصة اللي قاعد تنعاد، سنة بسنة، إحنا قاعد نفيد التاجر، قاعد يسوي لك الشارع، مدة معينة، قاعد يستلم فلوسة، ويرد يخترب، وهم ترد تعطيه نفس المناقصة، حق نفس الشخص، ما تعاقبه تعطيه نفس المناقصة، وتقول له عدل الشارع هذا، وهو حاسب هضار حزبة كل سنة، استلم مبلغ، وصل له، ليش لي؟ أكيد في مصلحة معينة أكيد، مفيدة، تعاقد مع شركات عالمية، حتى لو يكلفك أكثر، بس على الأقل الشارع يمد إياك، بدال السنة يقل إياك على أقل خمس سنين، شارع بالأخير، احنا أقل شيء، تهو شارع، ما في شيء، خلّوا الشعب، الحكومة للأسف، خلّوا الشعب يفكر ويتكلم بالشارع، احنا هذا مو شغل نتكلم بالشارع، نتكلم، هذه خدمات عامة، مفروض حق الكل، وتكون بأفضل صورة يعني، وأفضل شيء، بس مشكلتنا نفيد ناس، والموضوع واي سهل، يبلي شركة محترمة وحاسبها، أو حط لها غرامة، حتى شركات هذه المحلية، إذا اخترب عندك، ولا أنا بعد سنة، نفس المشكلة عندي، أنا حاسبك وغرمك، إذا أنا ما أعطيك غرامة، ولا حاسبك، أكيد موضوع عادي عندي، فإحنا ما عندنا غرامات معينة، ما في نيابة حولك وحاسبك، حلو، عندها واسطة يمكن نشيلها، فموضوع هذا، نرجع على موضوع مكافحة الأساد، والأمور هذه، المفروض تعدل الترتب، ويكون في غوانين صار ما حقهم، وينفذونها، مو بس كلام أنا بس بحولك، أحولك، وبعد سنة نفس الشركة هي اللي تستلم المشروع، هذا هنا مشكلة بالحكومة، وبالوزارة نفسها، فهمتك، أحمد عسكر، واحد ناس، اسمحهم نقول، شيروا مجلسهم، ما نبيهم، ما يبونهم، ليش؟ ش السبب؟ السبب أنه صار، الآن، كل سنة، سنتين، في مجلس يديد، حل مجلس، رضية، حكم، أبطال مجلس، الردعيد، نفس المشاكل، وعود، سواء من النواب، أو من الحكومة نفسها، ماكو تعاون، طبيعي أنت كمواطن، أنت تبي شغلك يمشي، تبي تطور، الآن صار إذا، إذا تعلق المجلس، أو لا مثلا، من حل المجلس، صار في حكم وطال، وتعال، رد انتخابات، هذه الأمور هذه تعطل، حتى أنت نقلك، من نقل، من قسم لقسم، كوظيفة، أنت هذا شغلك، الأبسط شيء حقك، أنت كمواطن، مو مرتاحة بدوامك، تنقل من قسم لقسم، ما تقدر، ليش؟ لأنه ما في مجلس، ما كوزارة، ما في، الأمور هاي قا تعطل، فأنت كمواطن، تزهك، غير أنت أساسا، متعطل بأمور كلها، تعبي، تروح، استوصف خدمات زينة، والمستشفى خدمات زينة، بس كان أنت، بدأ لا تنظر خمسة عشر سناء، صار خمسة سنين، أطواء سنين، الأمور البسيطة هذه، اللي يبيها المواطن، غلاء المعيشة، ما أحد، ما في رغابة عليه، بس يشمون خبر، أنه في زيادة رواتب، على طول التجار، فعولك، ما في مراقبة، ما في أحد يحاسب، بالتاجر هذا، فالأمور هذه البسيطة، يحتاجها، أو يركز عليها، ما يترى، ما يبيش، في ناس يقول لك، أنا شكوا، أنا بالوزارة، أو تشكيل، وأنا أشكوا بهذا كله، ولا أشكوا بالنواب، أنا أبي هدي، اللي أنا أحتاجهم، الشغلات الحياتية هذه، اللي أحتاجها، ما أقع، ما توفرت لي، أو ما في مراقبة عليها، هذا اللي أنا أحتاجها، كمواطن، فلما نشوف، نفس السنين الرقعين هذا، إحنا تول حين شهر التسعة، انتخابات، يعني شهر ستة انتخابات، ويمكن يقولون، ها السنة، آخر السنة، في تصادم بين المجلس، وهذا يمكن ينحل، يمكن تصوير عدم تعاون، يعني، الوضع العام مو صحي، فطبيعي، أنت المواطن، راح يكون تفكير اسهل، بيقول لك، أنا شبيب مجلس أمه، فترة كورونا، ما كان في مجلس، ما كان في مجلس، بس في أمور صارت أسرع، صار عندنا أونلاين، عندنا كيش يتخلصها بالآبليكيشن، صار عندك مواعيدك بالآبليكيشن، صار عندك مواعيدك بالآبليكيشن، الموضوع صار سهل، ترى هذا من الحكومة ومجلس، طبيعي المواطن يقول لك، أنا ما بي، مشاريع فيه كذا مشروع دي والأمير يسواها من غير، لا يرجعوني على المجلس، يقول لك، أنا ش حقي أنطر للمجلس، يجتمع الحكومة، عشان يأخذ موافقة، الموضوع يطول، ويتهاوي شون، صراعات، وشغلات اللي قاعد تصير، هاي كلها قاعد تعطل البلد، تعطل السيناريو، كلها صار بايخ، فأنا شا في المجلس، ما؟ في ناس وايد ما كانت بتصوت، بالغصب، اطلع من البيت، يروح يصوت، فعلى أكيد المواطن، خلاص، صار فيه إحباط، الموضوع صار سلبي، مو إيجابي، ليش أصوت، ناس شديد، تفكيرهم شديد، تعليقنا أنا لازم نغير، أنت لازم تغير، أنت لازم تغير، أنت لازم تنقي الصح، أنت لازم تنقي، فالأمور هذه هي متراكمة، تراكمات سنين، ما يصير أنت كل سنة، سنتين، يعني ما، ما في مجلس قاعد يكمل، 2016-2020، هذا الوحيد اللي يكمل، الباج كلها أبطال، 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 أبطال غضية، حل مجلس عدم تعاون، بالوضوع صار مو زين، ليش فيها قطاب مؤينة، قاعدت الصارع، والأمور كلها، مو صحية بشكل عام، المواطنة كيد، شيء يزير فيك، أحباط، يقول لك أنا شيء، خلني أنا من غير مجلس ما أحسن، على الأقل الحكومة، يمكن تقرر، وتنفذ، من غير لا ترجع حق مشكلة مع المجلس، أحمد انتخابات ياية في جدامك، ما رح توقف، إن شاء الله أبي أسمع، وودي أسمع أنك يعني، عرف تفكيرك، أو رح يستمر بالانتخابات إليها إن شاء الله؟ نشوف، وهو شيء بعيد الآن، نسمع أنه في حال وفي، بس إحنا نريد أن نرتب أمورنا بعد، بس إن شاء الله أنا مستمر، يعني ما رح أوقف، إن شاء الله، سواء إذا كان في حل قريب أو بعيد، أنا لازم رتب أمورنا، أنا لازم رتب أموري، وإن شاء الله خير، يعني الفكرة موجودة، وأسعى لها، بحكم أن الجماعة اللي معي، وأغلب الدائرة عندي، بالعكس يبون، يبون، قال الأرقام، يمكنني يتشجع أن الواحد يستمر بالموضوع هذا، وإن شاء الله أنا عندي ضموح وعندي هدف، إن شاء الله نوصل إلى الله إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، الله يعطيك العافية أحمد أسكر، و الله أحبك إن شاء الله، وتوصل إلى الهدف اللي تبيه، هدافك وايد إن شاء وتفصل لهم، إن شاء الله، و الله يعطيك العافية، مع أحمد أسكر، البطل الرياضي والسياسي، و شنو بعد أقدر أزيد عليها بعد، بزنس اونر بعد ها، عندك مطعم صح؟ نعم مطعم صغير، لا مطعم، ما اسمه؟ مطعم صغير، مطعم صغير، ما شاء الله عليك، أشجع يا رب، يا شباب، والله يوفقك كل شي تسوي، حفظك الله يا رب، حبيب أجمال، شكرا، شكرا، ما قصر، شكرا، من بريطاني لندن، يا الغالي لندن، وهذا إنستجرامهم، أقوى، على وجه الأب، بريميوم غريد، فارمسوتوكو غريد، تبي تجسد، تبي تنحط، تبي تنشف، شفاهم فيك الغالي، الداعم الرسمي حق، On the house with shredded diesel، صارت، أيو بالله صارت،